الشخصية السياسية على غرار عبدالقادر زوخ والي ولاية الجزائر وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بالإضافة إلى بعض البرلمانيين كما هنأ ملك أغنية الراي الشاب خالد فاريخ شباب الازداد على تتويجه بلقب كأس الجزائر أمام وفاق سطيفة الأربعاء الماضي بملعب خمسة جويلية ميكروفون عمر حطاب بلكل يعرفونها أخويا ولدت بلكل يعرفونها أخويا يومها الله يرحمه أخوك أخويا يعني جاب واحد كما نياه أخي مسلم ولد بلادي هذا الفخام ووحد يكون فخور وديما نقولها بللي ما تديرها الشي السياسة يديرها الفن وديرها الرياضة على همشي حفله بمسرح الهواء الطلق ذكر الشاب خالد أن ما يروج له بشأن تصريحاتي وعلاقتي بملك المغرب أمر لا يعيره اهتمام لأنه لم يخطئ في مقام به كونه يدخل في باب المعاملة بالمثل مع أشخاص يحترمونه ومن واجبه أن يحترمهم كان شي شاباب لي قاما نعرفهم شو الله فهمت المعنى ويكمسوا يهضروا في الخاوي وفدوا يحط في الخاوي كما حاجة اللي يدرتني بسكو عمري ولا هضرت ياك كما واحد يدرك يقول كاذا وكاذا واحد يركع أنا عمري ولا ركع تلتا واحد أروى عمري ولا ركع تلتا واحد وكان واحد يسموه ملك السادس كو جادو كو جو غي سبكت فهمت المعنى كان واحد ملك نموت عليه صاحبي وحاجة الحب يعني واحد كنت بغي واحد حرام مشي حرام أخويا فهمت المعنى يعني والشعب المغرب يحب الجزائرين يا أصحابنا فهمت أخوتنا فهمت السبحيري أختي الله يطول عمرك قينا حاجة كنشوف هذا واحد كسرات لها مشكلة لها ولا يخوي كو ما درش برقوعة ولا ما يضربوهش الناس فهمت المعنى وكما تحدث الشاب خالد في ميكروفون عمر حطاب عن الاتهامات الأخيرة التي طالته من طرف الفنان الشاب رشدي حيث قال أنا لا أعرفه ولا تربطني به أي علاقة وهذا الشاب والو قد نقول لك حاجة هذا الشاب والو هذا الشاب والو باش يقول دمع باش يقول بللي دمع يا الطيارة واهضر معايا نو كان هو الدمع يا الطيارة واهضر معايا كما كان يهضر كنت قيسه دي جامل وقعد جزين على منهم خالد شكاين نو كان جاوة تكلم معايا ذاك الكلام نو كان تمكن تخلي معوق للدار نبقى دائما مع ذات الحفلة الذي خصه الشاب خالد لأنصار شباب الوزداد نظيرة تويجهم بالكأس السابع في تاريخ النادي العاصمي حيث استمتعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك بمختلف الأغاني العالمية التي قدمها الكينغ خالد والتي غنت ورقصت واستمتعت في الفن الرايوي الجزائر إذن سفيرة الولايات الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك تستمتع بالفن الجزائري الرايوي بكل أريحية وترقص وتغني أيضا إلى موضوع آخر انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للشاب خالد ووالدته خلال زيارته للفنان هواري عوينات ببيته ولإطمئنان على حالته الصحية وكان قد صرح خالد أن الفنانين هواري عوينات وبلاؤي الهواري من زمن العمالقة ومن رموز الجزائر ويجب الاقتداء بهم وأكد أن الجزائر تسخر بتراث كبير وعميق ولابد من تعليمه للأجيال الصاعدة بما فيه فن الرأي كدلك فرحان كتير مشيت شفت هواري عوينات شفت الأستاذ بلاوي الهواري يعني إن شاء الله عنا رمز عنا فنانين الآن شا بقاولنا بقالنا بوعجاج بقالنا في مستغالين بقالنا بلاوي الهواري بقالنا على بحد رياسة الأخ العماري هذه اللي بقالنا لازم نطهر الله فيهم يا جماعة لازم يعني هذه رمز هذه رمز وهذه ناس لفنانين اللي زهوا جدودنا وزهوا نبواتنا فهمت المعنى الآن يعني أنا فاخور نقول دي شيء بس كبرت معاه استمتع الجمهور وخاصة رطفال الذين حضروا السهر الأولى للعرض العالمية لستناء الأول من نوعه بالجزائر فقعات تحت الماء العرض قدم في شبابيك مغلقة في أكثر من ساعتين من الزمن طفت من خلاله الفقعات تسحر